راح نشوف هلأ خسارة الوزن مع منتصر منتصر الطفر اللي فاز عن فئة الاطفال مع رزان بغذاءك صحتك رزان كيفك؟ صباح الخير كيف يا كلندا؟ أنت أكيد مبسوطة على منتصر كتير مبسوطة عليهم كلهم يعني منتصر وحتى زين اللي ما فازوا بس هما وصلوا للمرحلة الأخيرة ونحفوا وزن كتير بس كانت أحلاهم كلهم يعني أنا بذكر أول مرة قابلناهم أدي كلهم متحمسين وبدوهم يخسروا الوزن وكتير كان حلو آخر مرة لما وزمتهم أدي كلهم مبسوطين بالوزن فلا أو يعني شفي آخر ثلاثة نديم وزين ومنتصر أنا بنظري الثلاثة كلهم فايزين يعني لأنه الأوزان اللي نزلوها كتير كبيرة يعني حتى نديم كمان نزل وزن كتير كبير وفرق كتير بشكله زين لعمرها سبع سنين عملت إنجاز كتير كبير فعن جد يعني الثلاثة برافو عليهم بس طبعا لأنها مسابقة لازم يكون فيه لازم واحد اللي بخلوز واحد إكتاك قوانين اللعبين طبعا منتصر بيقول بعد ما خسرت وزين حسيت حاليا خلقت من جديد شو قوية الكلمة صح؟ أنا كتير أثرت فيه للمحكاة لطفل إنه تطلع منه هالقدة قدي هو كان فعلا محبط قدي حتى أنا بتعرف في رندا كتير بخلال هاي الفترة فرقت معي شخصيتهم كتير يعني بالبداية كان مثلا ما يحبوا يحكوا ما يحب يطلع كتير على الكاميرا كان كتير فيه هلا هو خجول بيطبعه بس نفس الوقت كان فيه جزء حزن كنت أحسه قبل هلا لا هلا عم بشوف الاندفاع أكتر الفرحة عنده هاي الإشي كتير كتير بتأثر هاي اللي بدنا نعززها لأنه هي اللي راح تساعدنا لحط نحافظ على وزننا أكتر كمان يمكن هو كمان أهم شيء شعور بالإنجاز يعني هو بالنسبة لإله أنجز فواحد بعمره يحس حاله أنجز من إياس 52 إلى 38 زي ما قلتي بالتقرير فصار عنده كتير ثقة بحاله أنه هو أنجز إشي بتعرفي كمان مش بس السيزات فرقتها لهذا العمر كمان رنده كتير صعب يعني اللي كان عم بقولي يا منتصر أنه هو كان يضطر يروح مع أمه على أواعي الرجالي ويأثر ويذيق وطبعا لستان يعني مش رح يكون الشكل يعني لما دخل على المحل أول إشي اللفت انتباهه القسم الخاص بالأطفال أو باللي عمره ومسلا البلايز الحمره الملونة الأمصان أنه بديه يلبس عمره ما عاد بديه يلبس من الإشياء اللي مش لعمره والألوان الأشياء الغريبة طبعا لأصبت لقي لابس الإشي غصبين عنه فلما يلبس إشي ويكون حابب حاله بهاللباس أكيد كتير حلو فإحنا من حي منتصر والدته أكيد اللي بتكون ساعدته كتير وعيلته فهلأ رزان أنت عم تقولي قديه مهمة الناس اللي حواليه يساعدوا لحتى يحافظ على هذا الوزن الجديد هلأ نحن معانا شي من مدرسته يعني لعبوا دور كتير حلو إحنا أكيد بنشكر المدرسة طبعا هلأ هذا أول إشي لأنه دايما خلصت المسابقة إذا ما حفظنا على الوزن والمحافظة عليه كتير أصعب زي ما حكيتي كمان ردة فهلأ بدنا دعم الكل واللي بصير إنه قدما الأشخاص بتعبوا بتخفي في الوزن لما بيجي مرحلة المحافظة بيزهقوا وبتركوا لا هلأ أول إشي صار مع منتصر هو مدرسته والمدرسة أهم إشي لأنه أنت بتعرفي قدي الأطفال بيقضوا وقت بالمدرسة أصحابهم بالمدرسة بيشتروا بيأكلوا بالمدرسة ففيه جزء كتير كبير خارج نطاق اللي إما عم تتعب عليه هو اللي لازم يكون جزء كتير كبير فالمدرسة تبعت منتصر أنا كتير بشكرهم هي مدرسة أم زويتنية الأساسية عملوا حفلة تكريم وأعطوا شهادة تقدير للإنجاز اللي عمله ورح أقرأ أول إشي اللي مكتوب بالشهادة وبعدين رح نحكيها بتهنئ أسرة مدرسة أم زويتنية الأساسية متمثلة بمديرتها منتصر على مشاركته ببرنامج غدائك سحتك على قناة رؤية الأردنية وحصوله على الوزن المثالي متمنيين له التوفيق ودوام الصحة المثالية وشاكرين لكافة العاملين عن نجاح هذا البرنامج الفعال طبعاً شهادة تقديرية زي هاي لما بتنعطى لطفل بالمدرسة بصف سابع بصف سابع أول شي شعوره بالفخر وبالإنجاز اللي هو عمله قدام أصحابه والأهم من هيك إيش رح تعمل سوري إيش رح تعمل كمان ببقية الأطفال وتشجعهم على إنه يعملوا زي ما هو عمل وهذا إشي كتير مهم لحتى نساعدهم يكملوا البرنامج اللي هم عملوا لأنه معروف بالمدرسة الأطفال كتير بتأثروا ببعض المعلمات عليهم جزء كتير كبير الكافتيريا اللي بالمدرسة اللي نحنا دايماً منقول بليز ركزوا عليها نتبهوا عليها مشكلة إنه شفقة داي لين بتكون تعبانة على اللنش بوكس وحطة أشياء وحطة قواعد بتروح على المدرسة بتلاقي أمهات تانين جايبين أنواع أكل غلط الأطفال عم يشتروا بالمدرسة بالضبط أنا بتذكر إنه ببداية السنة طلعت قوانين تمنع بعض أنواع الأكل والمشروبات الغازية بالمدارس لكن كمان المتابعة من هيئة تدريسية المتابعة من الأهل كتير بتساعد لأنه هذا جزء بيغطي نص نهار الطفل إذا مش أكتر وبيأثر كتير عليه فإذا نحن قدرنا نسيطر عليه رح نكون كتير سيطرنا على مشكلة السمنة عند الأطفال كمان وبتبقى هو صار عنده وعي شو ياكل بس هلأ إذا مثلا حالات كتير زي منتصر إنه خسروا وزن خصوصا إذا أطفال هلأ شو بيصير الدور على البيت يعني على الأم وطبيخ البيت والبيت شو الدور عليه لحتى يحافظوا على هذا الوزن هلأ هذا الدور كتير مهم وهذا الدور اللي نحنا كنا نحاول نعمله كمان رنداب بالبرنامج يعني نحنا كتير كنا نركز على البرنامج إنه هو مش فترة مؤقتة نحنا ما بدنا هلأ عم بعمل هيك لأني عم بعمل برنامج لا نحنا كنا بدنا نتعود عشان يكونا دايما ندور على حلول إنه إذا الولد ما بيحب السلطة إيش فينا نعطي حلول نعطي حلول إنه ممكن شرحات خضار ممكن هو ينقل خضرة يشارك بتحضيرها هاي الإشي اللي حاولنا نبنيها بالبيت اللي تساعد الطفل يستمر وهذا الجزء اللي بطلب كمان من الأمهات والأصحاب والعيلة إنه يدعموا الطفل اللي خلص البرنامج أو اللي عم بعمل برنامج إنه يساعدوا يعني لما يكون كل يوم عم بيكون في حلويات كتير ما عم بيكون في صلطة ما عم بيكون في تنظيم وجبات أكيد الطفل ما رح يقدر ينجز ويكمل ويحافظ على وزنه بس إذا نحنا منكون فعلا انتقلنا لعدات غدائية غلط صرنا ندخل الخضرة أكتر ننوع أكتر زي ما كنا نعمل وقت البرنامج نكمل دايما نبقلهم زي برمضان برمضان كتير منعمل صلطة منعمل شوربة منهتم بأنواع الأكل خلينا ننقل الأكل الصحي اللي بنعمله برمضان لكل السنة اللي هي الصلطة والشوربة في البداية بالضبط نعتمد إنه نساعد الأطفال هذا كأم هلأ فيه جزء أكبر اللي هو التيتا والخالته والناس اللي حوالينا والقرايب واللي بيزوروا بالضبط اللي نحنا دايما بيكونوا متعاوديا بكافؤوا الطفل بالأكل لأ بدنا نحاول أول شيء المكافأة ما تكون بالأكل المكافأة بدها تكون برحلة نطلعها مع بعض بنزها نعملها مع بعض بنشاط نعمله مع بعض بإشي تدريسي مكتاب يقرأوا هاي الإشي اللي بتنمي أول إشي حب القراءة بتنمي حب النشاطات الرياضية عند الطفل لأنه صار عم يربطها بمكافأة بس إذا أنا بضل أربط المكافأة بأكل صار الطفل عارف أكتر إنه الأكل هو الإشي الحلو إنه هو اللي لما أنت بتحبيني عم تعطيني إشي حلو يبقى أنا لما بأكل إشي حلو عم بنبست لا خليني أنا أربط شعور الفرح مش بأكل أربطه بنشاط حلو بمتعة مع الأهل بإشياء إزاي هكي نقطة كتير مهمة طبعا لأنه الناس بدون مرات بدون وعي الواحد يفكر إنه بحب يأكل مثلا بوزة بحب يأكل شوكولاته بكافؤ فيها بس أتريها بتنمي عنده إنه هذا هو دائما الجائزة هذا الفرح لا الفرح تبعي مش الأكل إذا أنا ما أكلته أنا مش مبسوط إذا ماما ما أعطتني يعني ماما ما بتحبني لا خلي نربط المكافأة بشي تانية وعلى فكرة هاي إشي حتى أنا كأم رندا بواجه هاي المشكلة كتير مرات لأنه زي ما قلت المجتمع اللي حوالينا كله بيكافئ بهاي الطريقة إنه جبتلك عطل لا خلينا نطلع من هذا الإطار ونحاول ننمي إشي أقوى من هيك وننمي مثلا إنه بدل ما أنا أكافأ بالأكل خلينا نعمل أكل مع بعض خلينا نعمل كيك مع بعض أول شي هو شارك فيه المكونات اللي أنا استعملتها كتير أحسن وصار فيه شعور العيلة والحب أكتر من بس رح أشتري هال طب هلأ منتصر والأطفال التانين صاروا يشاركوا أمهاتهم بتحضير الأكل يس وعنا هاي دائما كتير بدعمها نحن نشوفناها مع فكرة أنا زكت معاك كانوا وعملوا بيتزا كتير انبسطوا فيها كتير خاصة في منهم كانوا أول مرة عم بيعملوا وبيدخلوا المطبخ خاصة لأولاد دائما الولاد كتير قليل ما يدخلوا المطبخ خلينا نطلع نشتري الأغراض مع بعض يعني الأولاد دائما بينهم وبين الخضار مثلا علاقة صعبة كتير لكن لما يبدأ الولد هو يشتري الخضرة عم بيحسها عم بيشمها عم بيشوفها عم بينقيها عم بيصير فيه علاقة علاقة حب بينه وبين الخضرة بيسهل عليه أنه يحبها مش تنحط مفروض عليه قدامه على الطاولة فكلما نحن دخلنا بهاي المراحل ساعدنا الطفل أكتر أنه يحب الخضار تصير جزء رئيسي من برنامجه مش إذا ما أكلتها رح أعمل لك بصير عقاب ويصير مأساعد رح تصير برضه مربوطة بشعور سلبي لا نحن بنربطها بشعور إيجابي أكتر كمان كتير حلو يعني هم أخذوا هالعادات اللي خلال ما كانوا بوقت المسابقة وكملوا فيها وهذا إشي كتير مهم وكتير حلو طبعا وأهم إشي كمان رندا أنه نضل نتابع يعني ما ننسى دايما مشكلة زيادة الوزن بترجع بكيلو بعدين بتسير اثنين تلاتة أربعة واحدة من الإشي كمان لأن دايما بنصح الناس اللي بيتبعوا برنامج رجيم إنه يكون عندهم ميزان بالبيت بس هذا الميزان ما بده يكون إدمان ده يكون مرة بالأسبوع تعود إنك تتوزن مرة بالأسبوع لحتى إذا كان فيه نص كيلو زيادة كيلو زيادة عطول بتلحقوا بتعاوضوا الأسبوع الجاي بس لما تلاقي حالك لأ ما أنا خلص تركت وخربشت واليوم خربشت وبكرة خربشت لأي حالك فجأة صار خمسة كيلو فجأة صار بدي أرجع لبرنامج رجيم من أول وجديد بيبدأ الأسوأ الشعور يصير بينما لما أنا بضل لمتابع كيلو اثنين بضل أحافظ عليهم بضل أسهل أني أتركهم يصيروا خمسة وعشرة كيلو كمعان طبعا وهلا هو عم بكبر يعني عمره 13 اللي عمره بيعملوا نظام غذائي جديد يعم بكبروا فبدون يضلوا ماشيين على نفس العادات بس كيف دي يعرف حاله قدي صار لازم يأكل أكتر شما بيجوعوا أكتر بهذا العوة تبدأ بالزبط وبدأ المحافظين على الرياضة كمان يعني هلأ منتصر لسه عم بيروح الرياضة وعم يلعب فهي أهم عادة غذائية أنا غيرتها لمنتصر لأنه منتصر كان أبدا ما يتحرك هلأ صارت الرياضة جزء رئيسي بجدول اليومي وزي ما قلت بيكبر وأنتي بحق دي عم بزيد يعني ما بدي مثلا يلا أنت خلصة ترجيم كل أكتر لا كل حاشتك خلاص هم شيء أنه كل حاشتك اللي بيصير أكتر أني بقدر أدخله حلويات بقدر أدخله تشوكولات بقدر مثلا أعطي اليوم وجبة ممكن تكون مقلية مش زي الأشياء اللي احنا كنا متعودين عليها لكن تكون هي الاستثناء مش هي القاعدة مش القاعدة أنه خلصت رجيم يلا فطور وغدا وثويتس وشوكولات أكيد رح يخرب كل شيء نحنا عملنا لا حلو أكيد كأنتي أعطتيهم أساس متين وخصوصا بمرحلة أساسية من حياتهم اللي إن شاء الله بيحملوه معاهم صار وعي بالبيت أكتر شكرا رزاة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك